المحفل العلمي الدولي الفكرة وراء إنشاءها حقيقة فكرة فريدة يعني لما انطلق في العام 2017 كان في جزيرة لينكاوي في ماليزيا وضم بوقتها مجموعة من المؤتمرات التخصصية والدورات والمحاضرات وورش عمل متنوعة حقيقة لتخاطب شريحة واسعة من أعضاء منصة الريد يعني في وقت وزمان واحد وعقدت الخمس نسخ الأولى منها حضوريا على أرض الواقع كانت تعقد أما النسخ التي لحقتها وتبعتها كانت يعني تعقد عن بعد عن طريق الانترنت بسبب جائحة كورونا ونسخة الحالية أيضا ستعقد عن طريق الانترنت عبر الأثير عن بعد بإذن الله تعالى أما عن موضوع الإحصائيات عن المحفل العلمي الدولي الحالي فعدد الجلسات الحالية في المحفل هي 33 جلسة عدد البحوث العلمية التي تم استقبالها وتم الموافقة عليها من قبل الوجن العلمية هو 91 بحثا عدد الأعضاء المسجلين في داخل هذه الفعالية وداخل المحفل العلمي الدولي هو تقريبا 2300 عضو عدد الجامعات الشريكة هو 32 مركز بحثي وجامعة عدد المؤتمرات الحالية في هذه النسخة هو 9 مؤتمرات عدد الندوات العلمية 5 ندوات علمية عدد المحاضرات العلمية التي ستعقد يعني هي عبارة عن 23 محاضرة طيف واسع حقيقة من المحاضرات العلمية في هذه النسخة أما مجموعة عدد البحوث المقبولة فهو 146 بحثا نسبة القبول هي تقريبا 62% يعني من البحوث المستقبلة في هذا المحفل ترجمة نانسي قنقر